اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن قطاع التمريض في مملكة البحرين يحظى باهتمام ودعم من لدى جلالة الملك المعظم ومساندة دائمة من سمو وللعهد رئيس مجلس الوزراء مما أسهم في تقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور معاليه للكشف عن تنظيم البحرين المؤتمر الدولي الأول للتمريض والقبالة والذي سيعقده في مملكة البحرين خلال ديسمبر المقبل مشاركة نخبة من المحاضرين والخبراء المؤتمر الدولي للتمريض والقبالة في مملكة البحرين فرصة مميزة تهدف للارتقاء بالنظام الصحي وتعزيز عمل قطاع التمريض في مملكة البحرين وذلك من خلال مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بتنظيم من الجمعية البحرينية للتمريض وبالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة أديوكيشن بلاس والله شوف التمريض بسما قلت أنه مهم جداً بالنسبة لخدمات الطبية هو التمريض فهو تقريباً الأساس في كل مكانات العلاج حالي كانت علاج مختلع فعل كنا نبع مستويات والتخصصات فوجود المستشفى بمرضات أصلاً فإذا كون ما مش مرضات ما مش مستشفى فاتصور أن أحدها بهب من المستشفى وحتى الخدمات الطبية الصحية الأولية فالمرضات يعني عنصر أساسي مهم في الخدمة الطبية لذلك نحن مهتمين في هذا الموضوع كله فالمخدمات المرضات هم الخدمة في الواقع طبعاً نحن بحاجة لهذا المؤتمر في مملكة البحرين نظراً للتحديات المختلفة التي يوجهها قطاع التمريض والقبال في مملكة البحرين أولها نقص شديد في عدد القابلات في مملكة البحرين ثانيها نقص عدد الممرضات الكلي البحرينيات المتواجدين في البحرين وذلك بسبب عدة أشياء أن مهنة التمريض مهنة تحتاج جهد مهنة فيها نوبات مختلفة فتمثل تحدي حق المتزوجات واللي عندهم أطفال نحتاج هذا المؤتمر عشان نرجع نعيد استراتيجياتنا في التمريض والقبال في مملكة البحرين نضع بعض الاقتراحات للإستراتيجيات القادمة نفكر في كيف ممكن زيادة على الممرضات وزيادة على الخريجين زيادة التخصصات التمريضية في مملكة البحرين وعلى همش المؤتمر قال معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة إن الخدمات الصحية في البحرين تمر في فترة تطوير جذري بتطبيق نظام الضمان الصحي وهو ما يتطلب عددا من التغييرات المهمة المواطن المؤلاء الحق في التأمين هذه كمواطن موجود كبحرين بالحق في التأمين فالكل يأخذ القضية الإلزامي هو حق للجميع اللي يريد بأوبشن هذا باختيارة يعني أنه يدفع شركة تدفع أو مؤسسة تدفع هذه التوباكيجز الموجودين فالتأمين يعني هو مسألة اختيار مسألة حق فالحق للجميع المؤتمر الدولي للتمريض والقبالة سيتناول العديد من أوراق العمل العلمية والتي ستركز على تأثيرات جائحة كوفيد-19 على التمريض كمهنة وتخصص دراسي كما يلقي الضوء على أبرز التحديات التي واجهها التمريض إداريا خلال الجائحة وكيفية التخطيط والاستعداد لمثل هذه الظروف الاستثنائية أهم المحاور هي الحوكمة والقيادة في التمريض والقبالة ممارسة التمريض المتقدمة والصحة العامة الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار في التمريض والقبالة الرعاية التمريضية المبنية على الأدلة والبراهين أكثر من مئتي خبير في مهن التمريض والقبالة ومجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي ومجالات الإدارة والصحة العامة سيتواجدون في أروقة المؤتمر المزمع عقده خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر المقبل مؤتمر جمعية التمريض الدولي الأول في مملكة البحرين مؤتمر متخصص في تطوير قطاع التمريض والقبالة في مملكة البحرين والاستثمار به بهدف الوصول إلى أمن صحي شامل يخدم المواطنة والمقيمة على أرض مملكة البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر